احنا مش هنورو لكن طبعا معا وجود ليلة علوي معانا النهاردة ويا جماعة بجد بتعمل اكل فضيع فانا اطمعت وخلينا الحكاية ايه؟ العكس بس ده مش اكل يعني دي صلطة عارف اهم حاجة فيها ايه؟ ايه؟ الزيت الزيتون ما طبعا انا تأكدت فاحنا بس ايه؟ طبعا هو طبعا للأسف ان ما فيش جرجير كان يكون لذيذ جدا لو كان فيه جرجير وهو بنقطع كل الحاجات الجريك ده اللي هو اليوناني اليوناني ايه هي صلاطة خضرة وبعد طماطم والخيار وزيت زيتون لمون نقطة خلي بسيطة مش كتيرة خالص وجبنة وفي الاخر بقى نقطع الجبنة البيضة دي اهم حاجة بقى وزيتون اسود كمان اه هي الفتة بتبقى زي ما كنا بتبقى مسكة شوية مسكة نفسها شوية ومش ملحة بس فيها سنة بس مش حدقة مش براميلي مش مش اسطنبولي بتاعه اسمها ايه فتة فتة باليوناني يعني جبنة اللي هي الجبنة البيضة انت عندك اصول يونانية وانت عارف ان فيها اصول نص يوناني والله اه نص يوناني وانا يونانية اه عشان كده اه عشان كده اما بنقول السلطة اليوناني او الجريك سلطة يعني ليلة عينو اه اه بس عايز اقولك بقى انا بعمل اكل طالياني حلوة طالياني زي ايه مسلا؟ جميع انواع المكارونات انا بعشق المكارونا يعني عشقها وعزها جدا وممكن اكل مكارونا اهم عندي من اللحمة من المكارونا والجبن في حياتي اهم حاجة طب المكارونا نفسها ما بتتخنش مثلا؟ لو مكلتهاش مع لحمة والله يعني لو كلتال وحدها اه طبعا انا ما بحطش بقى سمنة كتير خالص مستعملش سمنة هو زيت الزتون انا عشقة لزيت الزتون زيت زتون بدل السمنة مع المكارونا اه مش بيقولوا زيت الزتون ده ولا مفروض ما يغليش لا ما يغليش مش خلو ما يتحمرش بيه هو ده اللي غلط لكن انت بس بتحط مثلا بعمل يجب التماطم كده زي دي هتح صغانا 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 قوي ومعها توم وريحان وريحان وزيت زتون انت بس تحط الزت ما تخلهش يقدح يعني يقدح لأ بس يسخن وتحط كل بالتماطم والتوم والريحان وتروح حطت المكارونا ملح وفلفل ملح بسيط وفلفل سهلة جدا وممتعة قوي لو سوس كريم بقى الوايت سوس لازم تحط زبدة بس مش كتير زبدة مع الوايت سوس كريمة كريمة لباني انت تعرف اه 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 طبعا طب ليلى فيه ايه الاكلة اللي انت بتاكلها من ايد ماما مما دقتيت ازايها في اي حتة في الدنيا بص ملوخية امي لا يعلع عليها الملوخية لا يعلع عليها الكوسة بالبشاميل الفيلة بتاعها بتعمله زي زعتر بس يوناني زعتر هو نوع من الزعتر يوناني اه اوكي وهي دي اكتر حاجة انت بص يا قام امي اصلا نفسها حلو قوي بقى وبعدين هي الحب كله فالاكل دي ما بيبقى فزيعة ها انت هتاكل اكتر من كده لا طبعا طب انت نفسك بتطبخي اكتر حاجة غير المكارونات ايه بص انا يعني بحب كل الاكل البامية بسلل اه الملوخية مثل حمام عامل حمام محشية ماتعمل حمام هل تبخي بتغني؟ يعني بتدندني مع نفسي كده؟ ساعات ساعات مش عارفة لا يعني يعني مؤخرا مثلا فيه أغاني معلقة معاك يعني كل فترة الواحد بتيجي في دماغه كده أغنية يعضي دندنها انا مثلا ممكن منير كل ما ينزله شريط قاعد اسمعه فترة طويلة جدا اه يعني انا احنا مثلا شريط الجديد التحفة اللي هو بنزدله لذيذ جدا مميز قوي اه 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 في أنا وخالد هوا خالد مغرم جدا بيابو الطاجي يابو الطاجيش بيه كان فهوا مغرم بيه جدا فيقعد بقى ايه اه ام يغنيها او انا ياخدني معاه اه اعرف يا انا لازم حد ياخدني اه اه ام يابو الطاجيش ممكن تفتح لذيذة طبعا اه اخطات يا سلام بصي بقى القوة في الأداء اح centralized أول قصة حب أول قصة حب على رأي الأستاذ أحسان عبدالكدوس هي آخر قصة حب والله أنا كده كفية لا لا حط عيش يعني لا بس ساعات الواحد ممكن يتخيل نفسه أنه كان في قصة حبه متطلعش حقيقة وممكن تبقى حاجة عبيطة يعني ممكن تبقى زي ما بنقول حتى في سن صغير الواحد بيتخيل نفسه بيحب وبعد كده تختفي يعني أنا كان بنت الجران اللي عدت أحب بها المود ده العادي طبعا وبعد كده ما بيفتكرها بيقعد يضحك من أن العبط اللي واحد كان فيه ده هو مش عبط هو الواحد بيبقى مستعجل إحساسه يعني مستعجل أنه هو يعيش قصة حب يشوف نفسه أنه هو بيحب حده ويقعد يفكر فيه وبعد ممكن أسبوع تختفي الحكاية دي مريت أنت بالتجربة دي بص هو أنا كنت يعني يعني شايف أن الحب ده لازم يبقى معلن وده يعني حق طبيعي فأنا اتخطبتنا في أولى سنوي ياه في أولى سنوي أولى سنوي كنت مخطوبة خلاش يعني 15-16 سنة لا وانا بعمل وانا يعني وانا دخل أولى سنوي كنت مخطوبة وفسخت بعد سنوي عام بعد سنوي عام أه قعدت فترة سنتين يعني واكتشفت بعدها أن يعني ده بيبقى احتياج طبيعي لأي فتاة أو ولد أو كده لكن ده ما بيبقاش الاختيار الصح لأنك تبقى أنت لسه ما اكتملتش ولسه ما عندكش وجهة نظر كاملة ومش معقولة كل سنتين أو كل سنة وجهة نظرك هتختلف وتغير فيبقى معنا أكيد تحب حد تاني وتالت وربا وكنت وقتها بشتغل فبرضو الشغل بيشغل دايما الفراخ يعني ليه دايما نحن بنقول للأمهات وللأهل أن الرياضة جزء مهم جدا بالزاد في السن دوت علشان نها بتشغل الواحد وتخليه عنده تموح أنه هو يتفوق فيها ويستمتع بيها ولو حد بيشتغل ده اللي بيحصل رياضة أو الفن كمان نفس الفكرة ما هو ممكن واحد يكون بيشتغل مثلا في الكمبيوتر أنا أعرف يعني أولادنا الصحابي مثلا بيشتغلوا على الكمبيوتر بيعملوا حاجات بيروح مثلا مناطق يعني واخد وقت كبير جدا الشعبية بيطلعوا فيها تاقتهم بيعملوا خدمات للمجتمع يعني كل واحد لازم يشغل نفسه لأن يعني طبعا الحب مش أنت اللي بتختاره هو اللي بيختاره أوكي لكن لما بيبقى الواحد فادي وفي مخه مفيش حاجة بيدور بيدور على اللي يشغله تعارفة كان الجملة للفنانة الجميلة شادية بعد اعتزالها والغاية دلوقتي فاكرها يعني برغم أن ده حصل مثلا من حوالي 15 سنة 20 سنة حاجة زي كده لكن قالت الفن بعدني عن حاجات وحش كتير آه طبعا أنا كمان آه آه طبعا لأن طول واخد وقتنا فعلا يعني لما الواحد يفكر أن هو من الساعة 10 صبح لغاية الساعة 12 بالليل بيشتغل ومركز إيه المشهد اللي هيخش يقوله إيه اللي إمتى إمتى بقى نعمل وبعدين أنت ميزة شغلنا أن أنت بتعيش في مشكلة تانية وفي شخصية تانية وآه يعني لازم تعيش فيها قوي علشان الناس تصدعك نجحي فيها آه وعشان تنجح فيها مش هتنجح غير لما الناس تقتنع بيك وتصدعك فأنت مش هتوصل ده وانت بتمثل يعني أنت حتوصل وانت مشغول هتوصل لده لو أنت مثلت الناس مش هتصدقك لكن لو أنت عشت الإحساس وبقيت طبيعي هو ده اللي هيخلي هو ده اللي بيبيزك وهو ده اللي بيفرق واحد عن التانية بالظبط رحلات زماني كنت بتروحي رحلات فين في الدراسة لا أنا كنت على طول المدرسة بتخلص كنا بنتلع على اليونان على طول 13 السيف والله المدرسة نفسها كانت لا المدرسة طلعت يعني مرة رحلة لفاريس وانا صغيرة مع المدرسة وتلقيت مرة رحلة لأسر لأسر بس ده كنت في سنوية كنت في اللي سيف وخلص يعني أنا بعد سنوية عامة كنت بشتغل بقى بشتغل ومعروفة خلص ما بقاش في وقت وانشغلت بقى وبقى في صعوبة كمان للرحلات أنت تبقى فكها وبرحتك وواحدة خارجة من المدرسة مع رحلة للمدرسة لا 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 حتى أنا في الجامعة كنت انتساب يعني كنت بروح بس وقت الامتحانات بس لأ فترة مثلا أما طلعت رحلة لأسر دي أنا ما هتيجي نجرب الحكاية اللي انت عاملها أكيد فظيعة مش عارفة لسه المضوح يا سلام يعني الرحلة اللي انت تلعتيها في لقصر دي انت طبعا أهم حاجة فيها كتا القطر القطر ده أهم حاجة القعدة بقى مع أصحابك ومسافرين وقاعدين فترة طويلة أولا بتناموا اللي قاعد بتغني لما صوتك بيروح أيوة وكده يعني ومقالب في طول الوقت صلح كنا بنلعب صلح تعرفني بصلح بصلح جزي وبعدين غير كده فقا انتو الرحلة كلها طول الوقت ما بتعملوش حاجة غني انتو بتدورو تستمتعوه زي طب لو سقطت وغنى ورأس ومقالب فاكرة كنت بتغنوا ايه طبعا أول أغنية لازم لقصر بلدنا لقصر بلدنا مش ممكن ما تغنيش حاجة غيرها حتى وكانت الأغاني بقى كان الأغاني بقى يعني اللي طلع اياميها بقى هم انت عايز نغني اوالله؟ ام عايزين نفتكر زين نفتكر لأن انا بحب المرحلة دي قوي يعني مرحلة عدم المسئولية يعني ان احنا مش متحملين مسئولية فيش حاجة جاغلانة غير ان احنا زي نتبسط انا ما مش كنت حتى ان انت تنبسط دي كتت مسئولية هم يعني لأ انا من نول دايما نشيل مسئولية هم ودايما كنت انا يعني مشارف تنظيم الرحلات وتنظيم الحفلات ويعني عارف ازاي هم انا فاكرة مرة احكي لك حاجة غريبة جدا هم واننا اللي بنعملها من خلال اتحاد الطلبة بتاع المدراسة من المدراسة فعمل ايه؟ وضط كل حاجة ومش عارفleye واني 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 وهاي وراحة صحيت متأخر كنت ساكن في مصر جديدة وكنت في مدراسة الليسية صحيت متأخر ونửق لقيت homm ما كانش فيه بقى موبايلات قايميها ما فيش اي حاجة ولا اي حاجة بقى فانا عادت اقول انا اللي عامل الرحلة وانا ما طلاش وطلعت الرحلة طلعت الرحلة طلعت من غيري وانا راحت علي انهم هم ليهم حق استنوني نصف ساعة ومعها ومامي مش عايزان يطلع فما بتصحينيش اه ده عاملالي الخطة اه يعني فيه فينية يعني ايوه ايوه فانا قلت ايه فبالله العزيمي اشرف كانوا يتفيني الرحلة كان بورسعيد بورسعيد اه فتلعوا فانا ايه انا كنت ساعميها ساكنة في تريان في مصر المديدة والمدرسة يعني جانبينة كنت بمشيها عشر دقايق فروحت جاتلي صدمة ووعيات بعيد باورمشة في الشارع ومعي شنطتي وفلوسي قلت يعني انا مش عارف اطلع بورسعيد لوحدي انا كنت فيقولها سانوي ها مش عارف اطلع بورسعيد لوحدي طيب يا رب يا رب يا رب هو طبعا ده خطر بس انا لو انا هروح البيت بس لما ادخل شارع البيت يا رب ولاقيت تاكسي يبقى انت بتقولي سافري بورسعيد انت بتقولي ها realizing во حد يارى لو مش عايزنا سافر ما تلاقيش تاكسي متبعت لاش التاكسي داخلت الشارع yourselves داخلت الشارع قبل ماوصل اوامرتي في ثلاثة اوامرات لقيت التاكسي ومعي ناس وبنت صغيرة لوحدها وثلاث لقيتهم عند لسه حيخش برسايد عارف عند الجمالك اللي بيثبتوا الحاجات كده وإحنا داخلين مش عارفة إيه وهم بقى شافوني بقوا فرح حصل طبعا يعني كريحا لهم بعديقين طبعا أمي لما عارفت أنا ثلاثة برسايد لوحدي مشايز قولك عملت فيك طبعا عشان يعني تحرمي بس رأيت لك كان عذري الوحيد أنا سألت ما كنتش عارفة أعمل إيه بس قلت لو ربنا بعتلي التاكسي بقى أنا هطلع في سلام وأمين انت فاكرة برسايد دي كنا بنطلعها دايما رحلات دايما كانت تبقى برسايد ده لازم حاجة أساسية وكان الهدف الأساسي إحنا البلد وقتها كانت لسه بتتفتح بالزبت ما كانش موجود فيها ده يعني الدرجة أما بعد أفتكر النهاردة إن إحنا كنا نروح برسايد عشان نجيب صابون ولا نجيب كومبوت ولا نجيب شامبوهات ولا نجيب شامبوهات والحيات دي مش موجودة في البلد مش موجودة غير في برسايد وإزاي نتفنن نخرج من برسايد من غير ما يتخذ عليها جمرك مزدت كده لا بس إحنا بقى أياميها عارف لسه أولا سامي ما كناش بنفكر في كده وبعدين في الأخير مسافرين معنا يعني حاجات صغيرة وأنا برضو صرفت الفلوس في التكسب بجوع سبع راكب في البجوع إنت لو مليتهمش هتبقى مشكلة في الرجوع فما كانش ده اللي بنا يعني إحنا اهتمامنا كله إن إحنا نتفنسة حدا هيجيب جينس أو هيجيب ما عرفش إيه شوكولاتات الحاجات اللي كان ما كانش فيه شوكولاتات ما كانش موجودة بجد كان اللي هو إيه بيمبو وكان روكت فاكرة روكت روكت بحباء أو يوعا